محمد الشناوي برضو حكاية كل يوم بتتقال يا مع محمد الشناوي رايح النصر ولا لأ هحكي لك وقولك احنا واقفين فين محمد الشناوي كان فيه من بدري قوي اتصالات من نادي النصر السعودي مع محمد الشناوي لضمه ونادي النصر كانوا بيقولوا لمحمد الشناوي ايه قلنا الاهل موافق ولا لأ عشان لما نبعث عرض رسمي يكون دا العرض اللي الاهل هيوافق عليه فيقول ايه احنا موافقين ويلا بينا فقال محمد الشناوي رفع الامر للنادي الاهل فالنادي الاهل قال له موافقين من حيث المبدأ احتراما لما قدمتوا مع النادي الاهل طوال هذه السنوات العظيمة خليهم يبعثوا لنا عرض رسمي فنادي النصر تواصل هاتفيا مع احد مسؤول النادي الاهل وقال له احنا عايزين ناخد محمد الشناوي من الاهل مقابل خمسة مليون دولار خمسة مليون دولار مسؤول النادي الاهل قال لا احنا عايزين تمانية مليون دولار فرجعوا مسؤول النصر لمحمد الشناوي يا محمد احنا عايزينك حاول تقنع الاهل احنا مش هنبعث عرض ونخش فيه في المفاوضات احنا عايزين نبعث عرض يتوافق عليه فنخلص الكلام بالكلام الاول وبعد كده نبعث الخطابات الايه الرسمية فراح محمد الشناوي لأحد مسؤول النادي الاهلي قال لهم انا عايز النادي الاهلي يبقى مبسوط انا عايز ندخرج من النادي الاهلي والنادي الاهلي واخد فيه المقابل المناسب بس ارجو يعني ما تبقاش الامور فيها مغالاة فالنادي الاهلي ايضا رد عليه بنفس اللي احترام وقال له احنا مش هنغالي ابدا احنا بس عايزين نطلع افضل حارس في القارة الافريقية بالشكل اللي يقاليك بيه ويقاليك بالنادي الاهلي الكلام فين دلوقتي النصر عارض خمسة والاهلي عارض تمانية ممكن الحكاية دي تخلص تصور يعني ده تحليلي للموضوع وبرضه معلوماتنا يعني من 6 ل 6.5 مليون دولار ويرحل محمد الشناوي عن النادي الاهلي بس الاهلي مش موافق على رقم 5 مليون دولار مبدئيا يعني 5 مليون دولار الاهلي مش موافق علي بس يبدو ان الامور تقترب في كل الاحوال يعني يبدو ان الامور تقترب ليه كمان انه انغلكت خايا حارس مانشستر يونيتد اللي رحل على مانشستر يونيتد اللي كان قريب من النصر والنصر كان حطه أولوية بالنسباله هو خلاص على وشك التوقيع لباييرن ميونيخ فديخيا يعني اخد بالك الحكاية كانت ما بين محمد الشناوي وديخيا حلوة هي حلوة أصلا الحكاية دي في حد ذاتها فديخيا خلاص قريب جدا من بايرن ميونيخ وبالتالي محمد الشيناوي يقترب أكثر يقترب أكثر من النادي النصر السعودي تمام أنا عجباني العلاقة بين محمد الشيناوي الأهلي قائد حقيقي بصراحة محمد الشيناوي لهو عامل أزمة ولا متمسك ولا 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 النادي الأهلي مدايقه يعني قال له إيه لا 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 أنت مش تمشي التياعد يعني فالعلاقة حلوة فيها تفاهم وفيها حاجة ممكن يوصل لها الطرفين يعني